المجلس الأعلى للمرأة أوليه المملكة من رعاية واهتمام بتعزيز إسهامات المرأة في المجالات كافة 21 عاما من مسيرة العطاء خطها المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته في 22 أغسطس لعام 2001 ويتبع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتكون له شخصيته الاعتبارية هذا الصرح البحريني الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يعتبر المرجع الرئيس لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وترسيخ ممارسة المرأة لحقوقها الدستورية كشريك جدير في استدامة الاستقرار الأسري والمجتمعي ومنذ سنوات عمره الأولى والمجلس الأعلى للمرأة يعمل على تحقيق رسالته وهي ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار التربط العائلي والمجتمعي ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنفسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها بما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة من خلال تكامل الجهود مع الشركاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة المبادرات النوعية الوطنية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة دعمت تقدم المرأة البحرينية وعززت مشاركتها في مختلف المحافل من خلال توفير الإمكانيات والمقاومات التي تصب ثمارها في تطوير مسيرة الوطن وتنميته حيث أثبتت المرأة البحرينية تميزها وتحقيقها المنجزات تلو الأخرى حتى قدت نموذجا يحتذى به لعطائها اللامحدود على الأصعدة كافة كجزء رئيس وهام ضمن فريق البحرين الواحد